السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم وصف حركة الجسم من منحنة السرعة الزمن إذن المنحنة البياني لذي يمثل تغير السرعة بتغير الزمن نشاهده خط مستقيم يعمل على محور الزمن ما شكل السرعة؟ هذا تلاحظون على السرعة نلاحظ أن السرعة متزايدة منتظام في الاتجاه الموجب نستندج من ذلك أن العجل عجل التسارف في الاتجاه الموجب وثابت المغدار لأن المنحنة البياني خط مستقيم لذي أن الخط البياني الثالي يجب أن نوصل تغير السرعة بتغير الزمن نقسم الخط البياني هذا إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى من هنا لهنا المرحلة الثانية هذه المرحلة الثالثة هذه لندرس المرحلة الأولى ماذا يحدث للسرعة في المرحلة الأولى؟ نلاحظ في المرحلة لأنها السرعة متزايدة منتظام في الاتجاه الموجب والعجل عجل التسارف لاتجاه الموجب وثابت المغدار لأن المنحنة البياني خط مستقيم نجي للمرحلة الثانية نلاحظ أن السرعة سابتة والعجل صفر نجي للمرحلة الثالثة السرعة متنقصة بانتظام في الاتجاه الموجب والعجل عجل التباطة في الاتجاه السالب وثابت المغدار لأن المنحنة البياني خط مستقيم نجي لخط البياني التالي منها كمان ثم نجي للمرحلة الثالثة نجي للمرحلة الثالثة هذه المرحلة الثالثة الولى المرحلة ثانية في المرحلة الثالثة السرعة متنقصة بانتظام في الاتجاه الموجب والعجل العجل يتباطى في الاتجاه السالب وثابتة المغذار لأن منحنا البيان خط مستخيم